بسم الله الرحمن الرحيم نكمل محاضرتنا هنا لما يكون الإنسان مريض يفد مرض بالمفاصل مالته أو يعني مرض مؤقت أو مرض مزمن الحقيقة يكون سطح الكارتريج سطح الغبروف يكون خشن وأيضا يتعرض قد يتعرض إلى تشققات هذا من يصير يتشوه بمرض يعني الحقيقة رأس بعضها هواية سوء التغذية إجهاد مستمر قلة النوم كلها هذه السبب تلف والسبب يكون الغبروف بهالحالة أو سوء تغذية قلنا يكون رف خشن الكارتريج يكون خشن وسطحه يعني خشن وأيضا ممكن يتعرض إلى التشقق وبهالحالة السينوبيل الفلويد ممكن أن من يكون خشن وممكن أن يعني تعرض للتشقق البورز اللي بي البورز اللي بي اللي هي المسامات اللي بي ممكن أن تسمح بخروج الهالورينك أسد يعني جزيئات الهالورينك أسد ممكن أن تخرج وبالتالي بهالحالة لح يفقد مرونة 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 الكارتريج لح يفقد مرونة وبالتالي يسبب احتكاك وتلف يعني في نهايات الأظام ويسبب آلام للإنسان هذا من يكون يعني أكو فد مرض وفد مشكلة به الجويت طبعا بناء على حسب اللود حسب اللود المؤثر وحسب سرعة انزلاق المفصل اللي هي قلنا حركة ترددية تكون بأثناء مشي الإنسان أثناء المشي طبعا لح يشكل ابناء فد يعني البروفايل أو شكل الحركة بالنسبة للسينوفيال فيلم ثيكنس يعني هاي الطبقة الغشائية من السينوفيال الفلويد والضغط المسلط عليها حسب قلنا بالاحتماد على اللود وسرعة الحركة الحقيقة المين فونكشن يعني الوظيفة الرئيسية للسينوفيال الفلويد هي لابريكيشن and كارتريج نتريشن يعني نتريشن يعني عملية تزييد للمفصل وعملية تغذية للكارتريج حتى يحافظ على مرونته ويحافظ على وضع الطبيعي حتى يمنع احتكاك الأظام فيما بيناته في المفصل اللابريسن هسا نجعله تعريف اللابريسن اللابريسن هو مادة surface active منيسونس يعني ميسونس يعني مادة مخاطية فعالة على السطح وتكون من الكلايكو الكلايكو بروتيم تكون محفوظة في السينوفيال جوينت وتلعب دور مهم بحيوية وديمومة الكارتريج تلعب دور مهم تكون محفوظة بالسينوفيال جوينت هذي اللابريسن مثل ما عرفناها surface active ميسونس يعني مادة مخاطية فعالة على السطح على سطح الكارتريج وتكون متكونة من الكلايكو بروتيم هذي الحقيقة بالأشخاص الصحاء يعني لما يكون الجوينت هيلثي سليم اللابريسن مولكارز تغطي الجزيئات اللابريسن تغطي سطح الكارتريج وتنتج طبقة تنتج يعني تنتج طبقة من التزييئ السطحي اللي يمنع تلاصق تلاصق البروتينات تلاصق الخلايا والبروتينات المكونة للكارتريج يعني تكون عملية تزييئ مستمرة لسطوح الكارتريج هذه مادة اللابريسن عملية التزييئ اللابريكيشن تعتمد بصورة اساسية على لايت الرغولارتيز يعني شنو يعني التشوهات الخفيفة اللي يصير بالجوينت او عدم الانتظام بشكل الجوينت هذا عدم الانتظام الحقيقة بشكل السطوح مال الجوينت يعمل كوسيلة ذات يقول هذه ذات تراب هالون نيت لابريسن مولكولز تسوي لها عملية ضخ متبادل هنشوف فد شوين سيطراب يعني عملية استياد خلي نقول او عملية حجز للهالون و اللابريسن مولكولز حتى تكون فد مادة تكون مستمرة يعني عملية ضخة تكون مستمرة على سطح الكارتريج ستسوي لها عملية حجز من جهة وضخ من جهة ثانية فهنا الالاستيك ديفورميشن أو كارتريج هو يعني عملية الالاستيك ديفورميشن هو التشوه الالاستيكي يعني التشوه اللي يكون قابل للرجوع التشوه ممكن أن لفترة ومن يروح اللود يعني من يخف اللود يرجع إلى شكله الأصلي التشوه هذا الالاستيكي للكارتريج وظيفته هو يحافظ على طبقة من الفلويد طبقة من السينوفيا الفلويد بين أسطح بين أسطح الكارتريج المتقابلة قلنا نحن كل نهاية عظم بها طبقة من الكارتريج بها غضروف هذه الأسطح ما الغباريف حتى تبقى أكو بياناتها طبقة من الفلويد بياناتها حتى ليصر احتكاف مباشر بياناتها وبالتالي تلفها في وظيفة الالاستيك ديفورميشن هذا اللي يصير حيسمحنا أنه باستمرار بتكون هاي طبقة من الفلويد بين الكارتريج فهنانا نقول لاحبوا هنا هاي العبارة هاي العبارة alternate application and removal of compressive forces يعني تأثير القوة يعني التأثير وإزالة هذا التأثير من قوة الانضغاط اللي هي نتيجة للأحمال create fluid flow يعني سوينا جريان بالمائع فالمائع لحيضخ إلى خارج الكارتريج خلال جوينتز خلال الجوينتز خلال المفصر خلال الفراغ المفصلي وأيضاً وأيضاً ممكن أن يشرب مرة ثانية بالكارتريج وهاي تلاحظون أنها ترجمة التأثير وإزالة التأثير المتبادلة لقوة الضغط تعمل على تدفق السوائل وضغطها من الغضروف في مساحة المفصل يعني الفراغ المفصلي مع زيادة التحميل كل ما يزيد التحميل اللي حنشوف أنه تنضخ بين طبقات الكارتريج السوائل حتى ترطب دائماً تستمر بترطيب الكارتريج هذا والمحافظة عليه وهذا حنشوف بالتفصيل طبعاً بعملية شرح الابريكيشن بعد هذا الموضوع أيضاً لدينا السمر فيلد نمبر نحن قلنا هاي كل المحاضرة مفاهيم بسيطة دا ندرسها السمر فيلد نمبر هو الحقيقة فرقم مهم يربط لنا عملية يعني السمر فيلد نمبر هو مقدار لا بعدي كمية لا بعدية تخص عملية الابريكيشن وال هايدرو الهايدرو دايناميك لابريكيشن ناس يعني تخص تحليل عملية الابريكيشن الهايدرو ديناميكية الاس هو رمز سمر فيلد نمبر هذا يتناسب مع اللزوجة مضروبا في السرعة على الإجهاد السرعة هنا اللزوجة هي اللزوجة الماء اللزوجة السنوفيا الفلود السرعة السرعة هي سرعة المفصل الترددية حركة المفصل تعرفون أنتم حركة خطية وإنما حركة ترددية يعني عملية تمفصل حركة جيئة وذهابا حسب شكل المفصل وحسب حجمه والسترس هو الإجهاد القوة المسلطة على وحدة المساحة اللامبدا value اللامبدا value هذه أيضا من المفاهيم المهمة اللامبدا value تعريفة هي نرمز بهذا الرمز اللامبدا fluid thickness على surface roughness fluid thickness على surface roughness يعني خشونة السطح سمك الفلود على خشونة السطح وال اللامبدا ratio اللامبدا ratio هي minimum film thickness in relation to the composite surface roughness اللي هو RA1 و RA2 يعني قلنا RA1 هو arithmetic mean deviation لل roughness و R2 طبعا يعني لل التقاء العظمين بالنسبة يعني الكارتريج اللي يحيط بالعظمين RA1 هو للعظم الأول و RA2 هو للعظم الثاني يعني الوظروف المرتبط بالعظم الثاني critical lambda value for reduced friction يعني حتى يقل الاحتكاك أقل ما يمكن لازم يقل يازم تكون اللامبدا value تقريبا 3 يعني نسبة fluid thickness إلى surface roughness لازم تكون بحدود 3 هاي critical value له الroffer surface with higher expertise requires a thicker fluid fill يعني بالartificial joints الجوينات الصناعية اللي يزرعوها يعني المفاصل اللي نزرعها الصناعية مفاصل صناعي من يزرعوه اللامبدا value عادة تكون أقل من 3 أقل من 3 حفوان هذه حادة اللامبدا value تكون إلى أقل من 3 مثل meter on meter و ceramic on ceramic هذه المفاصل الصناعية لما توصل لامبدا value 3 هذا معناها أنه لما توصل لامبدا value تصل إلى 3 معناها لفريكشن يبدأ يعني إذا تجاوز ل3 أيضا معناها الاحتكاك يبدأ يزيد إذا تجاوز ل3 ليش لأنه هنا معناها surface roughness يعني حتكون قليل flow thickness معناها زاد فممكن يصير يعني تغير إذا تغيرت اللامبدا value إذا تجاوز ل3 فمعناها الفريكشن الفريكشن هنا معناها زاد يعني زيادة بالflow thickness أو نقصان بالsurface roughness ترجمة نانسي قنقر